اليوم تلتزم الحياد حيث أنت هو القاضي اليوم ونضع لك الضوصة سعد المجرد بينيه وحاول أنك تحكم الحياد ما جاء في الإفادة لأننا في الإفادة جزء متشابه وجزء انتهام لورا انكار سعد المجرد نبدأ من الجزء متشابه سعد المجرد و لورا التي قالت لورا ومن يحكى ساعة المجرد قال نفس الإفادة قال ساعة المجرد التقيت لورا في مقهى ليلي فخم في العاصمة الفرنسية وفي سيارة الأجرة أمسك أحدنا يد الآخر وامتدحت جمالها وتعانقنا ولم يكن عناق أصدقائي كنا معجبين ببعضنا أحببت شخصيتها رغم أننا لم نتحدث سوى ساعتين وانتقلنا إلى غرفتي في الفندق رقصنا وتحدثنا وقالت لي آسفة لم أكن أستطيع تقبيلك أمام الجميع اعتبرت كلامها إشارة فانحنيت وقبلتها قبلة طويلة هذه الإفادة التي هي متشابهة ما بين الكلام ساعة المجرد والورا مراهد الشيء هذا مراهد الشيء هذا يقول ساعة المجرد أنه من مراهد تبادل القولات أحس بألم أسفل ظهره وحيد حواجه لكي ننوي وشوف شنودك الشيء وأنكر الاغتصال وأنكر الضرب لما كي لا ضرب لا اغتصال من مراهد تبادل القولات بالنسبة لورا تقول أنه ضربها وقل لها تحيد حواجهها بأسلوب تهديد واغتصبها وأثناء الاغتصاب يعني هما كيتشدوا ومشدين عطته أسفل ظهره هذه الإفادة لورا هذا ما كان بالنسبة لإفادة دبعا مالك تحت قدامك أنت كقاضي ضوصي ديالشخص وكتلقى أنه متهم بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية مغربية في الدار البيضاء متهم بالاعتداء بالشابة في مدينة فرنسية زائد تهم أخرى للاغتصاب في المغرب وفي الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في فرنسا يدوصي ديالو عمر غرب الاغتصاب والاعتداء الجنسي إضافة إلى ذلك كان شهادة الموظفين في الفندق الفارق في السن ورسالة صفتتها بلورا لوقيتها نيس يعني فشو وقعت الواقعة صفتتها في ذلك اللحظة مع التاريخ ذلك اللحظة وفي ذلك النهار صفتتها وعودت لها التفاصيل اخذت هذه الرسالة بالتوقيس ديالك النهار و الساعة كدليل زائد وما تنساش النقطة هذه لأزمة المغربية الفرنسية إذن الحكم اللي انطق به القاضي هو أنه أعطاه 6 سنوات نافذة بالإضافة إلى أنه ممنوع عليه يدخل فرنسا من 5 سنين من مورة ما يكمل العقوبة دياله انتك قاضي باش أتحكم